السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام مع الجزء الخامس عشر في كتاب الله تبارك وتعالى وسنتريض سويا في سورة الإسراء وجدت آية التقدتها لكم كظهرة فريدة من نوعها إنما أعتقد أنها رشدة طبية الداء والدواء الوصفة العلاجية التشخيص الحقيقي لحالة مجتمعنا التشخيص الحقيقي للمرض الذي يجب أن نستأصله من جذوره للورم الذي يجب أن نتخلص منه وهو ماذا؟ وهو إعلان المعصية القرآن في آية وضح ما هو السبب في هلاك المجتمعات ما هو السبب في بوار المجتمعات؟ ما هو السبب في تقويد الحضارات؟ ما هو السبب في الثورات الطبيعية؟ ما هو السبب في الأزمات الاقتصادية؟ يعني خد بالك العذاب الإلهي مش نازم ييجي في صورة بركان ولا زلزال ولا صاعقة لا 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 ولله جنود السموات والأرض ده ممكن العذاب الإلهي ييجي في صورة أزمة اقتصادية في صورة بطالة في صورة اضطرابات سياسية في صورة فوضى أمنية ايه رأيك حضرتك؟ فوضى أمنية كل دي عقوبات إلهية من الله يعني البعض متصور أن العقوبة الإلهية لازم تيجي يا زلزال يا طفان يا صاعقة لا 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 خالص 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 ده أدفع نوع من أنواع العقوبات ده أبسط نوع يعني عاوز أقول ده بالمقارنة بغيره يعني تمام؟ ده أبسط نوع من أنواع العقوبات بلاش أدفع دير حسن واحد يفهمنا غلط عاوز أقول لك أنه عقوبات في منتهى الخطورة في عقوبات ايه؟ عقوبات أنا وانت احنا بنقرها في الجرائد وشايفينها حراك اقتصادي ولا حضاري لا دي عقوبات إلهية يعني لما جيه يحزر من الربة قال فإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الرسوله هنا مش لازم يكون النبي محمد عسام حرب من الله ورسوله الغلاء الاقتصادي الغلاء الأسعار رسول من رسول الله عشان يخلينا نصحة الأوبئة الفيروسات أنواع الفيروسات اللي بنسمع عنها يقول لك طعون البقر ووعدين ننفل ونزر خنزير وبعد كده ننفل ونزر طيور وبعد كده أمراض حاجات غريبة جدا عمرنا ما كنا نسمع عنها السرطان ده اللي انتشر ده بيتسجل مئة ألف حالة يوميا من الإصابة فكل دي دي جنود موجودة للأسف الشديد ما بنخدش بالنا من وجودها وانتشارها وتأثيرها وخطورتها وضروتها هو ده اللي عاوزين نقوله أنه من ضمن العقوبات اللي بتنزل بالأمم عقوبات بسبب بسبب إعلان المعصية نحن مقولناش الآية أقول لكم الآية بسم الله الرحمن 16 في سورة الإسراء أرجوك خد بالك منها ربنا لم يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية في هنا حسف تقديره الآتي وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ذنوبهم وبسبب أفعالهم وبسبب ذنوب الارتكبوها وبسبب معاصي أعلنوه أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها يوعى تفتكر أن ربنا بيأمر بالفسق حاشا لله أمرنا مطرفيها هنا في جملة تقديرية قدرها فلم يفعلوا ذلك يبقى أمرنا مطرفيها بطاعة الله فما سمعوش الكلام فسقوا أمرنا مطرفيها بأن يتقوا الله وما سمعوش الكلام وفسقوا فيها أمرنا مطرفيها بأنهم ما يقدموش على المعاصي ما سمعوش الكلام وأقدموا على المعاصي يبقى أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها يبقى فيه هنا جملة تقديرها فلم يفعله هذا وعملوا ايه عملوا فسق زي ما تلاقي أب قعد مع ابنه بيقوله ايه نصحتك سقط الله فاللي فاهم يبقى فاهم الجملة ايه انما فيه واحد جاهل يقولك ايه ده الاب بينصح ابنه انه يسقط لا طبعا كلمة نصحتك سقط معناها نصحتك تذاكر ما سمعتش كلامي سقط فالاب جب من الاخر نصحتك سقط نبهتك كوعت زي ما بيقوله كده شفت ازاي وجهتك انحرفت يبقى حتفهم ان الاب بيقول لابنه يلا انحرف انا وجهتك للانحرف لا وجهتك انك تسيب رفاق السوق وجهتك انك تسمع الكلام ما سمعتش الكلام والحرفت فاخد بالك من الاية امرنا مطرفيها ففسقوا فيه امرنا مطرفيها يطيعوا ربنا ما سمعتش الكلام وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اظن كده المعنى اتضح ليك انما عاوزك تاخد بالك من حاجة انه كلمة فاسقوا دي معناها ايه هو الفاسق يعني ايه الفاسق اللي هو الخارج عن طاعة الله الخارج عن طاعة الله زي ما بيقوله في اللغة العربية فسقت النواتو من التمرة يعني خرجت النواتو من التمرة يبقى فاسق يعني خرج طيب الا ابليسة كان من الجن ففسق عن امر رب اللي موجودة في الكهف طيب يبقى كلمة امرنا مطرفيها ففسقوا فيها من مطرفيها المطرف هو الذي لم يحمل عناء النعمة يعني الاكل جايله عالطبطاب النعمة جايله عالراحة اه الخير الخير رواه والنيل جواه وقاعد بس بيغني ويفرحان مطرف مش تعبان لو انت لقيت ولد مش شقيان وورس تاركة كبيرة مال وقاعد في قصر وبتاعه عنده خدم وحشمة تقول ده ودي يا عم ده مطرف ده عنده طرف ولذلك الطرف هو ان يكنز الانسان وما لا حاجة له به تلاقيه عنده حاجات اضافية فوق متطلبات الحياة يعني باختصار كلنا ايه وعن تفتكر ان احنا عندنا متطلبات الحياة بس لا ده كان زمان اللي عنده بتجاز ولا تلاجة ده يبقى الاستقراطي لكن دلوقتي احنا عندنا ايه ما فيش واحد ما عندهش تلاجة وبتجاز وتلفزيون وعنده سيدي هاية بجهاز سيدي روم ومعرفش ايه والامور تطورت بقى بقت فيه تكيفات دلوقتي في البيوت الامور تطورت بعد ما كانت مراوح بقى فيه ترفيات واختبالك من اللي بيحصل لدرجة دلوقتي ان الناس خلاص بقى من روتين حياتها من معظم الناس يتروح تطلع تصيف تطلع تصيف كناش نعرف الكلام دخل الزمان كنا يا دوبك نعايشين فالمهم لما بيزيد الطرف المفروض يزيد معاه الشكر انما ده طرف زاد ومعاه فسق طرف وتطول على الله طرف وسوء ادب مع الله عز وجل المهم كيف يعرف الفاسق الفاسق يعرف باعلان الفسق يعني كلنا بنذنب كله بنقادم خطاء كلنا خطائين وخيره خطائين التوابون انما مش كلنا بنعلن المعصية يبقى اذا رأينا انه في مفيش فترة من الفترات كان فيهاش معصية في التاريخ البشري انما طالما قفل عليك الباب انت في مدار التوبة لسه انما لما تطلع تقول اه انا بقى كده زي ما بنشوف دلوقتي على الفضائيات وعلى تلقى واحد يطلع يقول اه انا ملحد ملحد وبيعلن كده على الهواء كده صراحة ولا تطلع الرقصات دي كمثال كلمة رقص دي المفتوحة البحر دي تقدام الناس اللي عملين يعروا اكسادهم بقولك اصل ده فن يعروا اكسادهم للمجتمع ده اعلان فجور اعلان فجور قوبات صحية بلاوي بلاوي بتحصل ومال فعشان كده الفاسق لا يعرف الفاسق الا بيعلانه الفسق يعني واحد مرتد هو حر بينه وبالربه انما ييجي قدام الناس وعاوز يمسك طابلة يقول انا المرتد انا مرتد ويطلع الهواء يبقى هنا في اعلان بقى يبقى معنى ذلك انه ده جاي بيدعو الى الفسق وبيدعو الى الى يعني تشتيت الناس وإلى فتنة الناس اما واحد يطلع ويعلن شتمته للصحابة او الانبياء او لتطوله على الدين او تطوله على اهل الله يبقى هنا خلاص ده احنا دخلنا من اطار الخفاء الى العلن اعلان المعصية ده اسمها اعلان حالة غرب على الله جاهروا به ده اعلان حرب على طول على طول خلاص لا يلومنا الا ناف المجتمع يشيل بقى فلو المجتمع ما ضربش على ايد الفاسق ومنعه كلنا هنتفع الفاتورة تصور لو فيه عمارة العمارة دي عشرين دور وفيها كل دور فيه مثلا ايه اربع شؤاء اربع في الشتين عملك تمانين شقة تمام العمارة دي اتمسكت فيها شقة بتهمة ممرسة الفجور شقة اداب وجاه البوليس والحطة كلها ملمومة بتتفرج وخدوا قبضوا على الناس في قضية اداب من الشقة من التمانين شقة دول ايه لا يحصل العمارة كلها تشبهت بقى اللي رايح واللي جاي شاوروا لك ايه العمارة ايه مع انه ولا تزروا ازرة الوزراء اخرى بس الكلام ده حبيبي في يوم الايامة انما في الدنيا للأسف تزروا ازرة الوزراء اخرى السيئات بتعم ولذلك السيدة عائشة بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام انا اهلك وفينا الصالحون ما احنا عندنا ناس طيبين ويعشان شوية فسقة حندفع الفطورة اللي هنعم اذا كاثر الخبث وتلا قوله تعالى واتقوا فتناتا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني العذاب لما بينزل حيعم كله خد بالاق قرية لوت دي لما اهلكت قريتي لوت كان فيهم اطفال ملهمش زم وكان فيهم نساء ملهمش زم وكان فيهم كلاب وقطط على الاقل يا سيدي كله رح في الوباء كله رح في الرجلين بسبب ايه بسبب شوية فسقة عاوزين ينشروا الفجور في المجتمع حاربوا الفجور وامنعوا الفسقة حفاظا على المجتمع قال تعالى واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ما قالش فدمرناهم لو قال دمرناهم يبقى دمر الفسقة بس لا دا أل فدمرناها اللي هي القرية تدميرا نسأل الله السلامة اللهم احفظ مصرنا من اهل الفجور والفسقة واجعل هذا البلد سخاء رخاء برحمتك واعز هذه الامة بامر رجد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويرفع فيه لواءك ويحفظ فيه دينك وشرعك وصل لهم وصلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر